أسهل طريقة لشرح حالة F الحالة الأولى للطلاب الصف السادسة تابع معي بطل ركز معاي هنا F فيين مكانها في أول الجملة وأعطيك في الجملة التانية A وطالب منك التصحيح هنا مع الفعل هنا بص بقى إذا لقيت الفعل مفرد زي علي مثلا كده هتزيد للفعل S تاني إذا لقيت في الجملة ويل وطالب منك كده بينقصين تصحيح الفعل وإذا كان الفعل مفرد بعد F يبقى حتزيد للفعل S أده أول حاجة بص معايا في المثال إف قالي play will he will win شايف في الجملة التانية فيه إيه؟ شايف will win ومدك على المفرد يبقى play هتبقى إيه؟ هتبقى plays ممتاز جدا طيب ركز بقى في الحالة التانية F برضو فين في بداية الجملة ركز معايا أعطيك في الجملة التانية إيه؟ أعطيك will verb 1 بس المراتي أعطيك فاعل جمع مثل they و I يبقى هنا الفعل حيظل لفعل نظيف بدون إضافات يا شباب طيب المثال if I study hard I will pass exams أعطيك في الجملة التانية إيه؟ أعطيك will pass will Z فعل نظيف طب هل study هنا هتتغير؟ لا هتبقى كما هي يا شباب زي ما اتفقنا لأن الضمير I جمع زي ما احنا شايفين طيب ممتاز جدا تعالي بقى ناخد option تاني خيار تاني F بقى الموروء الموجودة هنا في بداية الجملة والمراضي عطاني الفعل Z أو فعل نظيف يبقى طالب منك إيه في الجملة التانية يبقى عاوز will verb one ممتاز جدا طيب مثال if Ali plays will he win المفروض أحط إيه بقى قبل win بما إنه عطيني مضارع فعل زي تأسس زي ما احنا شايفين كده في الجملة يبقى المفروض هنا نحط إيه؟ نحط will تمام؟ طيب الجملة التانية if I study study فعل نظيف يبقى هنا مطلوب إيه في الجملة التانية قبل pass exams برضو هيبقى طالب مني will ممتاز جدا يبقى تاني يا شباب إذا طالب مني F في بداية الجملة وعطيني الفعل زي تأسس أو الفعل النظيف يبقى إيه جبالي لازم تحط في الجملة التانية will زي ما احنا شايفين في الحل طيب عندي برضو option تاني المراضي عطيني F فين؟ في نص الجملة وعطيني قبل F إيه؟ عطيني will verb one يبقى لو كان عطيني فاعل مفرد هيبقى فاعل زائد S طب لو عطيني فاعل جامع هيبقى فاعل نظيف ممتاز جدا المثال علي will win if he مفرد يبقى play تبقى إيه؟ تبقى plays ممتاز طب الجملة التانية I will pass if في فين؟ في نص الجملة وعطيني I الجمع يبقى المفروض study تبقى إيه؟ تظل كما هي study إذن يا شباب هنا خلي بالكم من الoption ده الoption ده مهمة أوي في الحل لو أعطاك will زائد الفعل نظيف في أي مكان في الجملة يبقى أنت الخيار عندك إما فعل زائد S يبقى إما فعل نظيف أعطاك ده يبقى أنت تفكر في ده طب لو أعطاك ده يبقى أنت تفكر في ده تمام؟ دايماً بيبقى واحد منهم موجود والتاني مطلوب فإذا كان الموجود will verb 1 بتفكر في الفعل زائد S أو الفعل النظيف طب إذا كان الموجود فعل زائد S أو فعل نظيف يبقى بتفكر على طول في will verb 1 قاعدة سهلة جداً بس محتاجة منكم بس practice ويقى التركيز وتشوف الفيديو ده أكثر من مرة